الرئيس السيسي ونظير السربيا بحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك ويشددان على ضرورة بدل المساعي للتهدئة التوطر الإقليمية قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع وتسعين بعد المئة على التوالي وغدا مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة الرئيس الإيراني يحذر من رد واسع نطاق على أي هجوم إسرائيلي محتمل ومطالبات دولية بعدم توسيع نطاق التصعيد بالمنطقة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فمرحبا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر مجاعة محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسع بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره السربي أليكزاندر بوديتج وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسربيا والآراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين ذلك في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السربيا في يوليو عشرين اثنين وعشرين حيث شدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائية في المجالات كفة كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية وسبول مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذاتي لاهتمام المشترك كما تضمن الاتصال التباحث بالشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط حيث شدد الرئيسان على ضرورة بدل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها العالمية وتوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن فضلا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزا نسبية وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والأليات القائمة والمبتكرة لتعزيز انتاجيته وتوفيره في الأسواق للمستهلكين أكد مدولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز مشددا على أهمية استنباط أصناف من التقاوي قليلة استهلاك المياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها ووجه رئيس الوزراء بإعداد خطط للعمل وفق خلال السنوات المقبلة تضمن التوسع في استنباط وزراعة الأصناف الموفرة لاستهلاك المياه بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوية شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمد الفعلية المطلوبة للسوق المحلية حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من كميات التصديرية وخلال اجتماعيه لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمد الزراعية أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمد الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة التوزيع الأسمد بما يخدم مصالح المزارعين وشهد الاجتماع عرض تقرير حول منظومة توزيع الأسمد الزراعية باعتبارها النوع المدعم من الأسمد مشيرا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمد المدعم لضمان وصول الأسمد من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد حول آخر مستجدات أنشطة سننديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط سننديق الاستثمار في المعادن النفيسة وأكد مدبولي حرص الحكومة المستمرة على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وأشار التقرير إلى أن سنديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية والدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار ذلك من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن أصدر الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قرارا بأن يكون يوم الخامس الخامس والعشرين من إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر العاملين بالدولة بمناسبة عيد تحرير سيناء هذا ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص اشتركوا في القناة اكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ست مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة أصفرت عن استشهاد ستة وخمسين فلسطينيا وإصابة تسعة وثمانين آخرين وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى ثلاثة وثلاثين ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين شهيدة وستة وسبعين ألف وستمائة وأربعة وستين مصابا ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات وأن تواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم ونشدت السلطات الصحية المجتمع الدولي بالعمل على السماح لمرض السرطان والجرحة والأمراض المختلفة للسفر إلى الخارج للعلاج حفاظا على حياتهم تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الرابع وتسعين بعد المئة على التوالي واستستمرار لجرائم القتل والمجازر بالقطاع حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء الشجاعية والزيتون والصبر بمدينة غزة كما استهدفت الغارات مخيم النصيرات بوسط القطاع واستهدف أيضا مخيما للاجئين بمدينة رفح جنوب القطاع هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلحة وشرعت بأعمال تجريف بينما انسحبت أليات الاحتلال صباح اليوم من بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة ومحاصرة مدارس تأوي مهنازحين واعتقلت عبدا منهم هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات النامع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أو في عدد من محاور التوغل بقطاع غزة حيث آلنت حركة حماس عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في بيت حنون شمالية قطاع غزة والسهداف جرافة عسكرية إسرائيلية في دير البلح بوسط القطاع أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها عثرت على قنابل لم تتفجر تبلغ زنتها 450 كيلو جرام داخل مدارسها في قطاع غزة ذلك بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الأنروا أن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس مشيرة إلى أن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر عبوات لم تنفجر قنابل لم تنفجر هذا ما كشفت عنه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا بشأن العثور على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو جرام داخل مدارس بخان يونس جنوبي القطاع وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة وبينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع المدمر قالت الأنروا في بيانها إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيلين في السابع من أبريل الجاري وطبقا لبيان الأنروا فإن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر خاصة على الطرق وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن تنظيف قطاع غزة من الزخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعوام عدة وفي الوقت الذي تسعى فيه أطراف عربية ودولية للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة آملا في أن يمنح المدنيين هناك بعضا من الأمان تشكل الزخائر وغير المنفجرة العالقة في أرض القطاع وحطام مبانيه أزمة شديدة الخطورة دعت المتحدثة باسم المفاوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامد الساني جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسائها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية بالشكل المتزايد في غزة وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة في الضفة الغربية وتزايد خطر تصعيد أوسع نطاقا للسرع في الشرق الأوسط وبحسب مركز أعلام الأمم المتحدة قالت شمس داني أن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والقيام بتدمير واسع نطاق للبنية التحتية المدنية صرح مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن حجم الضمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مفجع موجددا للمطالبة بحماية المستشفيات والعمل على عدم مهاجمتها وأضف أدهانوم أنه أجرى مع شركائه تقييم الوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الأندونيسي شمال غزة مؤكدا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة هذا ودع مدير منظمة الصحة العالمية مجددا إلى وقف إطلاق النار قائلا أن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام تكدس الطريق الساحلي غرب القطاع بشاحنات وحفلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها الدواب تحمل عشرات الألاف من المواطنين الشغوفين بالعودة لبيوتهم في الجزء الشمالي من القطاع وتسللت أخبار اجتياز بعض النازحين في جنوب قطاع غزة لحاجز الاحتلال على الطريق السحلية ووصولهم لشمال القطاع اليوم الأحد فهبأ ألاف النازحين من خيامهم يحزمون أمتعتهم للعودة إلى بيوتهم غزة صامضة أتاني تختصران الوضع في المدينة التي اختطفت من على خريطة العالم ووضعها الاحتلال تحت القصف الوحشية منذ أكثر من ستة أشهر مارس خلالها همجيته عليها فقطع الماء والكهرباء والإغاثة الإنسانية واستهدف مستقبلها فقتل شبابها وأطفالها ونساءها معتقدا أنه بذلك يجردها من أسمن ما فيها الإنسان حتى صارت المدينة معزولة أمام عدو لا ضمير له وبرغم كل ذلك ما زالت غزة صامضة نعم هم إلى المجهول سائرون فما بين الشمال الذي لا يتوقف القصف عليه يوما ويعيش ظروفا حالكة وما بين الجنوب الذي يحاول أن يجد بصيص نور ليتشارك الجانبان المقاومة والصمود ويحتفلان بمظاهر الحياة مهما تضاءلت ففي أحد الأحياء ووسط الهدم والدمار يتماثل أمامنا مشهد كان أهل غزة قد يأسوا من مشاهدته حين نادى البائعون على البضائع والخضروات وقد افترشوا الطريق للمرة الأولى منذ بدء العدوان الغاشم بينما يمر شيوخ وأطفال ونساء أسقلهم الحزن على بلادهم وذويهم ولكنهم ما زال يتوقون لحياة كالحياة وأمام أحد المخابز التي أعيد افتتاحها بعد شهور من التجويع الممنهج اصطفى الطوابر طويلة من الشباب والأطفال والرجال الذين ينتظرون دورهم أخيرا لتناول لقيمات من خبز أبيض لا تكفيهم فهو لا يتعدى مخبزا واحدا يحاول إطعام الآلاف من الناجين من مخالب الاحتلال بعدما اضطروا لشهور طويلة إلى طهي ورق الشجر ومضغه رغم مرارته هذا إن وجدوه أصلا فقد أتت وحشية الاحتلال الإسرائيلي على الأخضر واليابس إنه المواطن الفلسطيني ذلك الاكتشاف المذهل الذي يراه العالم للمرة الأولى وهو يضرب أروع الأمثال في حب الحياة متحديا كل وسائل الموت والتعزيب التي مارسها عليه المحتل ذلك المواطن الذي تمسك بنصيبه العادل من الحرية حين رفض أن يغادر أرض العزة حتى اختلط لحمه ودمه بترابها ولا غرابة في ذلك فهو المواطن الفلسطيني صاحب الأرض تعتزم الأمم المتحدة توجيه نداء اليوم لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي وقال أندريا دي ديمونيكو منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن 90% من المبلغ مخصصة لغزة موضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية بـ 40 مليار دولار لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدة الإنسانية انطلقت فعاليات إحياء اليوم الوطني الأسيرة الفلسطينية الذي يصادف السابع عشر من إبريم من كل عام في محافظات الدفة الغربية المحتلة ويأتي يوم الأسير هذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعب فلسطين واستمراره في تنفيذ إبادته الجماعية في قطاع غزة وقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرة أن الفعاليات التي ستمتد إلى مخيمات الشتات في لبنان وسوريا وإلى العديد من عواصم العالم ستنظم في إطار وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت قال إن احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة جاء ذلك خلال لقائه باتريك جوشات رئيس بعثت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المعنية بالمتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها وأشهد اللقاء تبادنا لوجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأكذا على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد لا سيما في الأيام الأخيرة وأشهد أبو الغيت على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة إلى هذا عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية لبحث تواصل عدوان إسرائيلية على قطاع غزة وخلال الاجتماع حذر رئيس البرلمان العربي عدل العسومي من التدعيات الكبيرة المترتبة على الانهيار الذي يشهد القطاع مؤشددا على العمل على حجد دول العالم لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار ودع العسومي إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا بدلا من الصمت لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان الغاشم على غزة نؤكد بأن البرلمان العربي يدعم الصمود الفلسطيني وأن الصمود الفلسطيني قد حقق النتائج المرجوة وقد قلب الموازين والآن الوضع نحن على رغم التكلفة العالية التي قدمها الشعب الفلسطيني والذي أعطى درس في كيفية الصمود وكيفية الدفاع عن حقوق الشعب المشروعة نؤكد بأن النتائج التي تحققها الصمود الفلسطيني الآن الوضع تغير والآن التعاطف والدعم الدولي للأخوة الفلسطينيين قد وصل لمستوى جدا عالي إضافة لقد بيّن هذا الصمود وهذا العدوان بيّن لوحشية الاحتلال وللمزيد من التفاصيل أكثر حول اجتماع البرلمان العربي يستعرضها لنا مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين نعم تحياتي إليكم من مقر البرلمان العربي بالقاهرة حيث يعقد أو عقدت منذ قليل فعاليات جلسة فلسطين هذه الجلسة التي تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية العربية والمصرية التي من شأنها احتواء القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل رجالا ونساء وأطفالا وهدم منازلهم ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء لحالة الإبادة الجمعية التي تحدث في الأراضي المحتلة خصوصا فيما يحدث في غزة لجنة فلسطين التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان العربية السيد عادل العسومي تحدثت عن الدول التي حتى كانت في بداية الأمر في حالة مؤذرة لإسرائيل أو في حالة موادعة في الأمر والتي تحولت إلى عكس الأمر الآن وتتحدث عن مؤذرة للشعب الفلسطيني وعن اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واستنكار لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون والأعراف الدوليين وتحدث أيضا عن الجانب الإيجابي فيما يحدث الآن من وجود دول أصبحت تتحدث عن اتجاهها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحدث عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية خصوصا تلك الدول الأوروبية التي يعتبر هذا الأمر بالنسبة لها شأن جديد يضاف إلى القضية الفلسطينية وطبعا استنكر السيد عادل العسومي واستنكر البرلمان العربي ما يحدث من تكالب من القوى الكبرى خصوصا للولايات المتحدة التي تؤازر الكيان المحتل قلبا وقالبا فيما يفعله في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي النهاية كان السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي قد تحدث عن أن توصية لجنة فلسطين التي عقدت اليوم سيتم رفعها إلى الجامعة العربية في الاجتماع المقرر في الجامعة يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى إليكم أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس الوزراء القطري أن مفاوضات الهدنة بشأن غزة تمر ببعض التعطر مشينا إلى أن الوسطاء يحاولون التغلب على العوائق الوضع حد للمعاناة التي يلاقيها أهالي القطاع وخلال لقائه برئيس الوزراء الروماني لبحث التطورات في الشرق الأوسط أكد رئيس الوزراء القطرية أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة داعيا كافة الأطراف لخفض التصعيد وانتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول بشأن الصراعات خاصة العدوان على قطاع غزة مشاددا على ضرورة وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني دعا وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو طاياني إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في القطاع وفي تصريحات له شدد تاياني على ضرورة وقف إطلاق النار ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين ينقش مجلس الأمن الدولي اليوم التحديات التي تواجه وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بطلب من الأردن هذا ومن المقرر أن يقدم المفاوض العام للأونروا إحاطة لأعضاء المجلس وبحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء تشمل الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة ودور الأونروا في تقدم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية إضافة إلى الآثار الخطيرة للصراف على عمليات الوكالة وتشن إسرائيل حملة تحرضية ضد وكالة الأونروا وتسعى إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة ما دفع 16 دولة إلى تعليق تمويلها للوكالة من بينها ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة يجتبع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة وجاء في تقرين اطلعت عليه الرويترز من لجنة في مجلس الأمن تنظروا في الطلب أنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير حق أصيل ومطلب لم ولن تتنازل عنه وإن شغلتها مواجهة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة بهذا الحق طالبت السلطة الفلسطينية منذ مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعليه أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن دعمها السابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مؤكدة أن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011 بل منذ عام 1948 المجموعة العربية أشارت إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولسيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني ويتزامن موعد مناقشة عضوية فلسطين مع اكتماع مقرر لمجلس الأمن بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية لمناقشة الوضع في غزة وتأمل فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى وبحسب لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب فإنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير أو ينقصه ذريعة تساهم على رفضه مجدداً اشتركوا في القناة وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقها من الجانب المصرية أهلا بكم من جديد ونتابع معكم جهود مصر لعون الأشقاء الفلسطينيين وحول حركة عبور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري يطلان عليه مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين متابعة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة نتحدث عن إدخال عشرات ومئات الشاحنات تدخل يومياً عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بعد أن يتم التدقيق في هذه الشاحنات يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة كان قد تحدث منذ يومين في تصريحات رسمية وتحدث عن أهمية معبر رفح وبوابة معبر رفح البري وأن عليها هو الاعتماد الأكبر والأهم لإدخال المساعدات تدخل المساعدات يومياً وتفرغ أحمالها في الناحية الأخرى ثم تعود مرة أخرى مثل هذه الشاحنة التي عادت الآن من الناحية الأخرى ربما شاحنات التحالف الوطني بعدها كانت وصلت إلى معبر رفح نتحدث عن المرحلة الأولى والثانية من القفلة السادسة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية والخيام وغيرها ربما ما زالت العديد من الشاحنات ما زالت متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار الدور الخاص بها للدخول إلى الأشقاء في قطاع غازة ربما الرصد هنا يأتي بالتتابع مع وجود الشاحنات المحملة في انتظار الدور الخاص بها عشرات ومئات الشاحنات وفي نفس الوقت خروج بعض الشاحنات التي أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى من الأشقاء في قطاع غازة من أهم الشاحنات التي تدخل هي شاحنات المواد البترولية وهي بالطبع الغاز والسولار ويدخل بالفعل ربما ما بين أربع إلى ست إلى ثماني شاحنات تقريبا متوسط يوميا منها السولار ومنها الغاز وغيرها تحدث أيضا عن استمرار خروج المصابين الذين يتلقوا العلاق في المتشفيات المصرية نتحدث عن أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة مصاب حتى هذه اللحظة وما زالت هذه الأرقام تتزايد ساعة بعد ساعة ليتلقوا الإعلاج ربما كل هذا يدل على الدور الرائد دائم للدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غازة كانت هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية والآن أعود عليكم في الستوديو مرأوك شكرا جزيلا للزميل كريم بيبرز من رفحة حضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده سترد على أصغر هجوم تنفذه إسرائيل ضد طهران جاء ذلك خلال عرض عسكري سنوي تم تنظيم شمال العاصمة طهران حيث توعد رئيسي برد فعل إيراني ضخم وقاس على حد وصفه وأكد الرئيس الإيراني أن هجوم السبت ضد إسرائيل كان محدودا ونوها إلى أن النتائج كانت ستكون ضخمة حالا نفذت طهران هجوما أكبر رفض كريم للتأكيد أو نفيا ما إذا كانت موسكو قد تلقى تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم الإيرانية ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين الوضع الراهن في المنطقة بالخطيرة مؤكدا أن موسكو تجري مناقشات بشأن ضرورة وقف التصعيد داعيا جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس بشكل معقول وحث جميع الأطراف على التراجع عن الصراع طالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون إسرائيل بعد ماتخاذ خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر الراهن أو إبقائه عند الحد الأدنى مبديا اعتقاده أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرار رد على الهجوم الإيرانية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير خارجية بريطانيا وألمانيا مع رئيس الإسرائيلي إسحاك هرساغ في القدس المحتلة حيث طالبت وزيرة خارجية ألمانيا أن لينة بيربوكا خلال اللقاء بفرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المصيرات الإيرانية بعد الهجوم الذي شنته مؤخرا على إسرائيل ومن جانبه دعا هرساغ المجتمع الدولي إلى التصدي بشكل حاسم للتهديد الذي تشكله إيران معتبرا أنه يقود الاستقرار في المنطقة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك زولفان إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج السواريخ والطائرات المصيرة الإيرانية وآرب عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن أيضا عقوبات على إيران وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويد فعالية قدرات الصواريخ والطائرات المصيرة الإيرانية أعلن مسؤول عسكري إيراني أن بحرية بلاده سترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر لحمايتها من أي اعتداء وأبد المسؤول العسكري إيراني استعداد بلاده لحماية السفن الدول الأخرى خلال رحلتها في خليج عدن والبحر الأحمر مشيرة إلى أن مدمرة إيرانية تتواجد حاليا في خليج عدن فضلا عن عدد من السفن الحربية الإيرانية وتأتي تلك الخطوة في إطار التخوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لطائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وأضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأمريكية أو سنف التحالف أو السفن التجارية مشددة على أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية حرية الملاح البحرية بالمنطقة وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت قبل يومين أنها ضمرت أربع طائرات مسيرة في مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي وإلى لبنان حيث أعلنت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة الخيام وسهل الخيام مرجعيون جنوب لبنان بأكثر من 12 قضيفة وفي المقابل أعلن حزب الله لبناني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على منشأة عسكرية إسرائيلية في عرب العرامشة ردا على قتل إسرائيل لعناصر من الجماعة وأشار البيان إلى أن الهجوم أصفر عن إصابة مباشرة للمنشأة وأن أفرادا سقطوا فيها بين قتيل وجريحة هذا وأكد حزب الله اللبناني أن تلك الخطوة جاءت دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردا على اغتيال عدد من الأفراد في عين بعال وشهابية أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر بيالة أن 20 دولة تعهدت في إطار مبادرة أطلقتها بلاده أن تشتري من خارج أوروبا نصف مليون قضيفة مدفعية ذلك لتقديمها هبة لأوكرانيا وأطلقت جمهورية تشيك حملة تبرعات دولية تهدف إلى شراء ذاخيرة للجيش الأوكراني لدعمه في التصدي للغزو الروسي لأراضيها وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تعهدت بتزويد كييف بمليون قضيفة قبل نهاية مارس الماضي ولكنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بسبب عدم قدرة المصانع الأوروبية على إنتاج هذه الكمية خلال هذه الفترة الزمنية ناشد الرئيس الأوكراني بلادمر زيلانسكي شركاء بلاده في الغرب بأن يكون لديهم ما يكفي من التصميم وتقديم الدعم لبلاده بعد أن أدى هجوم صاروقي روسي على مدينة تشارنيهيف بشمال أوكرانيا وأكد زيلانسكي أن الدفاعات الأوكرانية ضعيفة لعدم يتلقي كييف ما يكفي من معدات الدفاع الجوي يأتي ذلك عقب الهجمات التي شنتها روسيا صباح اليوم على تلك المدينة مع أصفر عن مقتل وإصابة العشرات فضلا عن تضرر مباني وبنية تحتية حيث أوضح مسؤول أوكراني وقوع ثلاثة انفجارات بالمدينة وأكثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة قطع الطاقة في البلاد وغيره من قطعات البنية التحتية الأخرى وجهت أزربيجان اتهمات إلى فرنسا بممارسة ضغوط وتهديدات عليها بعد استدعاء باريس لسفيرتها لدى باكو ذلك للاحتجاج على ما أسمته بالإساءة بالعلاقات الثنائية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذرية إغان حيقي زاد أن بلاده قد أكدت مرارا لفرنسا أن لغة التهديد والضغوط لن تفضي إلى نتيجة مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها القومية أعلنت بكين أن وزير الدفاع الصيني دونج جون دعا نظير الأمريكي لويد أوستن إلى تعزيز الثقة بين البلدين وذلك خلال أول محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهرا وصرحت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن دونج أبلغ أوستن أنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تنظر إلى السلام باعتباره الأثمن والاستقرار باعتباره الأمر الأهم وإلى الثقة باعتبارها أساس التعاملات وأضاف الوزير الصيني أنه يتعين على البلدين أن يبنيها تدريجيا ثقة متبادلة كما شدد على مسامع نظيره الأمريكي على أن القطاع العسكري أساسي من أجل تحقيق الاستقرار في تطوير العلاقات الثنائية ومنع الأزمات الكبرى أكدت الصين أنها لا تمثل خطرا على أي بلد بعد كشف أستراليا عن أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تركز على مواجهة التكتيكات القصرية لبيكين في المحيط الهادى وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لينجيان أن الصين لا تمثل خطرا على أي بلد داعيا إلى الامتناع عن توجيه اتهامات ضد الصين عند أي مناسبة يأتي ذلك بعد أن قدمت أستراليا أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تركز على المحيط الهادئ في مواجهة التكتيكات القصرية الصينية والمخاطر المتزايدة لنشوب حريق إقليمية وقال وزير الدفاع الأسرالي ريتشارد ماررز إن الإفتراضات المتفائلة التي وجهت التخطيط الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة ولت منذ فترة طويلة كشفنا النقاب عن الاستراتيجية الجديدة ومحذرا من أن المنطقة قد تشهد نزاعا خلال سنوات العشر المقبلة وأضاف أن صين استخدمت تكتيكات قصرية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية يواصل الناخبون في كرواتيا لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار 151 من ممثليهم في البرلمان يتنافس في تلك الانتخابات حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أندريا بلينكوفيتش في مواجهة تحالف من أحزاب الوسط واليسارة وتتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز حزب الاتحاد الديمقراطي ولكن دون مقاعد كافية للحكم منفردا وستحدد تلك الانتخابات مسار السياسة الخارجية للدولة البلقائية العضوة في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ مسارا مؤيدا للغرب في دعم أوكرانيا تثير الأحوال الجوية العاصفة في منطقة الخليج ولا سيما في دولة الإمارات قلقا متزايدا حول تغير المناخ وتأثيراته على البيئة والمجتمع يشكله طول الأمطار الغزيرة والسيول تحديات بيئية واقتصادية مما يستدعي تبني استراتيجيات مستدامة للتكيف مع هذه التغيرات وحماية الموارد الطبعية وسلامة السكان تواجه منطقة الخليج ظروف تقص غير مستقر يعصف بعدد من الدول مما أوقف مظاهر الحياة في بعضها لعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من تلك الدول التي شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مما دفع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارس بالإمارات إلى التأكيد على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك على خلفية هطول أمطار غزيرة وسيول طالت مختلفة أنحاء البلاد وفي هذا الإطار قامت السلطات في دولة الإمارات باتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية بما في ذلك تمديد فترة العمل عن بعد للمؤسسات الحكومية والمدارس الخاصة في رات من خطر الرياح النشطة وجريان السيول إلى جانب ذلك تأثرت المطارات في المنطقة بشدة بالظروف الجوية حيث توقفت عمليات مطار الدبي الدولي مؤقتاً نتيجة للعواصف الشديدة مما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات وتأخير العديد من الرحلات الأخرى المشهد ذاته تكرر بمناطق شمال سلطنة عمان وشرق المملكة العربية السعودية والبحرين أيضاً حيث استمر هطول الأمطار الرعدية وتسببت في جريان السيول والفيضانات في بعض المناطق تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القلق بشأن تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة الخليج العربية مما يدفع الحكومات والمؤسسات المعنية لتعزيز دورها في اتخاذ إجراءات للتكيف مع هذه التحديات البيئية وحماية سكان المنطقة ومواردهم الطبيعية من أي ظروف جوية مشابهة قد تأتي في المستقبل أعلنت وزارة السحة والسكان إطلاق 90 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية بداية من منتصف هذا الشهر وحتى نهايته وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكدت الوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية وتضم تخصصات الطبية كافة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمة الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى سيدالية تتوفر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة شاركت مصر باجتماع مجموعة الأربع وعشرين الحكومية الدولية المعنية بشؤون النقدية الدولية والتنمية بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولية وعقد المؤتمر ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن وخلال إلقائها كلمة مصر بالاجتماع طالبت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المجتمع الدولي بضرورة التوسع في أدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية ودعم جهودها التنموية أعلنت محافظة الفيوم عن بدء موسم حصاد القمح المحلية لعام 2024 من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد بمركز الفيوم وتعمل الدولة بكافة أجهزتها على الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصولة كما حددت سعر القمح ليكون محفزا للمزارعين وتملك مصر خططا مستقبلية وسياسة ثابتة بشأن الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المساحة المنزرعة 171 ألف فدان إن شاء الله مستهدف توريد 231 ألف طن عندنا الساعات التخزينية في محافظ الفيوم الحمد لله عندنا 14 موقع تخزيني فيه 3 صامع فيه 4 ناجر فيه 7 شوان وفيه مركز تجميع إن شاء الله يبقى موسم موافق بإذن الله كده الموسم يعني فيه انتاجية عن السنة الفاتت فيه فرق أردبين تمام يعني السنة الفاتت كان 23 السنة لمتوقعين 25 أردب للفدان ختم نشط الثالثة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأهم العنوان الرئيس السيسي ونظيره السربي يبحثان هاتفيا سبلات عزيز التعاون المشترك ويشددان على ضرورة بدلس مساعي لتهديئة التوتر الإقليمية قوات الاحتلال تواصل عضوانها على قطع غزة لليوم الرابع وتسين بعد المئة على التوالي وغدا مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة الرئيس الإيراني يحذر من رد واسع نطاق على أي هجوم إسرائيلي محتمل ومطالبات دولية بعدم توسيع نطاق التصعيد بالمنطقة إذن انتهت نشرة الثالثة شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة